مجلس الشورى مقرر اللجنة سعدت السيدة هالة رمزي لأن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وذلك بإفساح الطريق أمام الخرجيين الجامعيين البحرين الجدد لبداية حياتهم العملية مبكرا لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل من خلالها خمسون عاملا على الأقل وكذلك تفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال بشكل متوازن لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور وبعد الاستماع إلى مدخلات أصحاب السعادة الأعضاء وملاحظاتهم قرر المجلس الموافق على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون بشأن التدريب المهني وتمت إحالته إلى الحكومة لوضعه في سيغة مشروع قانون موضوع الاقتراح خاص هذه الفئة لخصوصيتها لأنه فئة الخريجين الجامعيين هم أردي حاصلين على تخصصات معينة طبعا نحن نشيد أيضا بموضوع البرامج التي تطرحها الحكومة من خلال تمكين خاصا البرنامج الأخير برنامج فرص الذي يشمل في التدريب جميع الفئات سواء الثانوية أو الدبلوما أو الجامعيين ولكن بالنسبة إلى الفئات الأخرى ممكن أنه تأخذ وظائف متعددة ولكن الجامعي دائما يجب أن يذهب إلى التخصص وبطرح هذا الاقتراح يكون أمام الحكومة وضع نظرة خاصة لإستراتيجية مستقبلية من أجل مخرجات التعليم فمخرجات التعليم اليوم قد لا تتناسب كثيرا مع سوق العمل ونجد أن هناك بعض البرامج التي يجب أن تتوقف في فترة ما عندما يكون عدد الخريجين فائض عن الحاجة في سوق العمل فيجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع وأن ننتبه إلى موضوع أن هناك الآن تخصصات جدا دقيقة خاصة في الموضوع الأمور الهندسية وحتى في الأمور الطبية في هناك تخصصات جدا دقيقة يعني يتطلبها التطور المجتمعي يتطلبها التطور الحضاري فلابد أنه نوائم بين مخرجات التعليم وبين موضوع سوق العمل ترجمة نانسي قنقر